التعليم التجاري اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مستقبل التعليم الفني واخدنا فكرة كده بسيطة عن ان الدول كلها دلوقتي الدول المتقدمة والرقصة مالية بتتجه حديثا الى التعليم الفني سواء كان التعليم الصناعي او التجاري او التعليم الفندقي طبعا احنا اتكلمنا عن الجزء اللي فات اتكلمنا على بداية رحلة العامل بداية رحلة العامل من ان هو يلتحق باحد الاعمال طبعا عشان قلنا عشان تلتحق بالاعمال ده وتقدر تاخد حقك كنا اتكلمنا ووقفنا في الحلقة اللي فاتت عند عقد العمل اللي انا هفعله مبيني وبين صاحب العمل طب هل العقد ده مهم طبعا لان من غير العقد ده انت مش تاخد حقك ما هو انت هتطالب بحقك طب هتطالب بحقك ازاي وما فيش ما هو ازا ما بيقوله كده العقد شريعة المتعقدين الشريعة هنا والقانون اللي هنمشي عليه المكتوب في العقد يعني انا رح تشتغل في مكان مثلا وصاحب الشرق قال لي يديك خمس تلاف بالشهر جاء اخر بالشهر تليته بديني الفين طب فين يا الباقي اسب باقي بقى نقصد بيها العقد العقد ده عبر عن ايه ده عقد بيتعهد فيه طرف لطرف تاني طبعا اللي هيتعهد هنا مين العامل هيتعهد للطرف التاني اللي هو صاحب العمل ان هو يعمل تحت ضبطه اشرافه وتوجيهه يعني هيسمع كلامه وينفزه ومقابل اجر مقابل ايه مقابل اجر لان لو مش مقابل اجر بقى العقد هنا ملوش اي لازمة يبقى هنا مقابل اجر ده العقد طب هل العقد ده للشروط اه عشانه وانت رح تشتغل في مكان خلي بالك العقد ليه شرطين انت كده تبقى داخل وعرف حقك في المصنع دوت ده من خلال ايه من خلال المناهج اللي ده تم تدرسها ليك في التعليم التجاري داخل وعرف ان العقد هيتعمل ازاي وايه بيانات العقد وايه المستنازل المطلوبة لازم تبقى داخل عندك الفكرة دي كلها طيب العقد ده عشان يبقى صح ويبقى صحيح من شروط صحته قانونيا اول حاجة انه يكتب باللغة العربية يكتب باللغة الايه العربية يكتب يبقى ما تروح تشتغل عند حد شوف العقد الاول لازم يكون مكتوب باللغة العربية ده تبقى لقانون العمل المصري يبقى لازم العقد يكتب باللغة العربية وكمان يحرم من ثلاث نسخ طب ثلاث نسخ ليه ده العامل وصحب العمل لا ما فيه نسخة كمان هتروح للدولة عشان التأمينات يبقى يحرم من كم نسخة ثلاثة ده العقد القانوني ده العقد اللي هتاخد بيه حقك يبقى تاني فيه شرطين هم للعقد انت لما تروح تشتغل في مكان اول حاجة العقد باللغة العربية يبقى لعقد سليم معمول من ثلاث نسخ يبقى انت كده العقد بتاعك قانونيا صحيح تعالى بقى اطراف العقد دول هيبقوا مين العامل وصاحب العمل تمام انا لما اجي اشتغل عند حد هيبقى فيه بيانات لازم العقد ده يبقى البيانات اللي مكتوبة فيه اسمي اسمانك عامل بقى اسمي ومحل قمتي جميع البنات الموجودة في البطاقة الشخصية وكمان برضو هيبقى فيه اسم صاحب العمل وخلي بالك بقى من موضوع اسم صاحب العمل شو انت بتشتغل عند مين يعني هي مستر بتشتغل عند مين اه هل انت بتشتغل عند شخص طبيعي او اعتباري طب هي هتفرق اه طبعا هتفرق ليه جميع العقود تنتهي بانتهاء وفاة الشخص الطبيعي يعني ايه لو انت عامل عقد مع شخص طبيعي طبيعي يعني ايه مع محمد مع احمد مع عباس اسامي يعني اشخاص طبيعيين والعقد ده الشخص اللي عمل مع العقد ده توفى لو توفى العقد كده انتهى اما لو انت شغال عند شخص اعتباري الكلام ده بقى مهم عشان تعرفه لو انت شغال عند شخص اعتباري يعني يا مستر شغال عند اعتباري يعني شغال عند شركة النور شركة الامل شركة الوفا شركة الامانة دول اسمهم اشخاص اعتباريين لا تنتهي العقود بانتهاء بوفاة اصحابها وهنفهم الكلام ده بعدين يبقى كمان من ضمن البيانات اللي انت تشوفها في العقد بتاعك المهنة اللي انت جاي تشتغلها ايه ده طبعا المهنة بتتكتب في العقد انت تشوف المهنة اللي انت جاي تشتغلها جاي تشتغل ايه المهنة دي تتكتب في العقد كمان الاجر اللي انت هتحصل عليه الاجر اللي انت ايه هتحصل عليه والاجر مش كل فلوس وهناع في الكلام ده دلوقتي يبقى انت بص على العقد بتاعك عشان وانت شغال في مكان تعرف حقك فين هيطلب منك صاحب العمل مستندات وده حق صاحب العمل انا معاك انت كعامل ماشي معاك واحدة واحدة لما تروح تشتغل في مكان هنفضل ماشيين مع بعض بحلة دي كلها لحد ما طلعك معاش يعني انا بداية تعيينك اهو بالعقد اللي انت عملته هنمشي مع بعض بحلة مش احنا اللي هنمشي ده القانون هو المنهج هو اللي ماشي معانا كده والقوانين هي اللي هتمشينا من اول ما نشتغل لحد ما نطلع معاش طيب هيجي انا كعامل هروح لصاحب الشغل اقول له مطلوب مني ايه عشان اشتغل يعني ايه مطلوب مني مستندات المطلوبة عشان اتعين يوم صاحب العمل هيطلب منك وده حقه هيطلب منك بطاقة شخصية مؤهل دراسي صحيفة الحالة الجنائية هيطلب منك الكشف الطبي لو انت ولد هيطلب منك الموقف من التجنيد لو انت بنت هيطلب منك الموقف من الخدمة العامة اه لو كمان هيطلب شهادات خبرة لو موجودة هيطلب 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 طيب طلب الحاجات دي فيه بس مستند واحد مايقدرش حتى لو هو طلب وانت ما جبتوش مايقدرش يكلمك ولا يقول لك ما تتشغلش اللي هو ايه شهادة الميلاد يعني لو انت جبت البطاقة و جبت كل المستندات وانت ست جيب شهادة الميلاد يقدر يقول لك حاجة القانون قلق قلق ليه لان القانون بيقول كده بيقول شهادة الميلاد وإن لم تكن موجودة يكتفي بالمستخرج مستخرج منها يعني وإن لم تكن موجودة يكتفي بإثبات بيانات البطاقة الشخصية يعني مع من الآخر كده البطاقة الشخصية دي هتحل محل شهادة الميلاد يبقى إحنا كده عندنا وإنت رايح تشتغل هيطلب منك الحاجات دي طيب إنت لما بتشتغل عند صاحب العمل خلي بالك بتبقى تابع لي تابع لي يعني تابع لي تابع لي نوعين من التبعية تبعية اقتصادية وتبعية قانونية يعني يا مستر هقول لك يعني تبعية قانونية طالما انت مضيت على العقد أصبحت انت شغلت تحت إدارة وإشراف وتوجيه صاحب العمل ده مقابل أجل ولو خلفت الكلام ده من حق ان يوقع عليك الجزاء القانوني بص قبل ما تشتغل عنده انت مشتغلش عنده لسه ينفع هو يقول لك مخصوم منك يومين طبعا لا أو عديك انذار طبعا لا امتى يفعل الكلام ده بتفعيل العقد يبقى انا مضيت العقد ما هو مضيت العقد يعني اصبحت انا تابع لصاحب العمل تبعية قانونية يعني ايه قانونية يعني انا ملتزم بكل اللي تقولها صاحب العمل ولو خلفت وقع عليك الجزاء الكلام ده ضمنيا في عقد العمل الفردي تعال بقى للتبعية الاقتصادية في المقابل انت تابع لصاحب العمل تبعية اقتصادية يعني ايه من حق صاحب العمل الاستقصار بمجهود العامل استقصار يعني استحواز بمجهود العامل مقابل أجر مقابل ايه مقابل أجر طب هو يا مستر صاحب العمل هيستحوز علي ازاي يعني هيشغلني عبدة عنده لا طبعا ليه بقى قبل قانون العمل كان صاحب العمل بيمني على العمال انه هما لما يغيبوا ما يرجعهم الشغل تاني لما العمل يكون مريض انه قد ترخيروا انه رجعوا تاني العمل لما يكونوا عنده ظروف قد ترخير صاحب العمل انه شغلوا تاني ايجا القانون قال لا ده انا هعمل حاجة اسمها ايه الاجازات القانون عمل حوالي عشر انواع من انواع الاجازات وده حق العامل حق مين حق العامل الوقت الاجازات دي كلها مش بتاعة صاحب العمل لكن القانون نظمها هل انا من حق اجازات اه ده انا هقولك على اجازتك كلها دلوقت تاني انا بعرفك المناج بتاعنا ازاي في بالدرس لنا وازاي نستفيد منه في الواقع بتاعنا لما تروح تشتغل في مصنع او في اي شركة خاصة اش مانا شركة خاصة نفعش حكومة لا ما نفعش حكومة لان القانون اللي انا بتكلم عليه ده ده قانون يطبق على القطاع الخاص فقط طيب تعال كده بقى ناخد رحلة مع بعض في الاجازات وعرفك انواع الاجازات اعرفك او اعرفك يعني لو انت راجل او انت سيدة من حقك لان في اجازات خاصة بالسيدات طيب تعالنا نتعرف الاول على الاجازات اللي ممكن ياخدها العامل اول حاجة عندنا الراحة الاسبوعية القانون قال ايه من حق العامل راحة اسبوعية مدتها ايه ست ايام ايه راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة بعد 6 ايام عامل متصلة يعني انت من حقك لما تروح تشتغل في مكان اجازة مدتها 24 ساعة 24 ايه ساعة او في بعض المنشآت بتطبق الغلق الاسبوع يعني يوم في الاسبوع واحد ده يقول لي تم 24 ساعة يعني يوم هقول له لا في العمل الخاص لا 24 ساعة مش يوم ليه لان شغل العمل الخاص بيبقى معظمه شغل ورديات يعني انت لو بتشتغل في مكان ورديتك بتخلص الساعة 2 بالليل يبقى لما تاخد راحتك الاسبوعية عشان تعف حقك تاخدها من 2 بالليل لتاني يوم 2 بالليل لهم 24 ساعة يبقى انت ليك راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة بعد 6 ايام عمل متصلة طيب ايه الاجازة تانية اجازة سنوية ايه بقى الاجازة شوف انا بقول لي اسمها اجازة ايه سنوية يعني اتاخدها كلها دي سنة من حقك لما توحت تشتغل في مكان انت تطالب باجازة سنوية بس استنى قبل ما تطالب باجازة سنوية اعرف الاول هي الاجازة دي هتتاخد ازاي وهل انت ليك حق في Bullet اول ما بتتعين ما تقدرش تطلب الاجازة دي يعني انت فترة الاختبار ما بتقدرش تطلب الاجازة دي تبتدي تطلبها إمتى؟ أو بعد إتمام سنة كاملة من العمل أصبحت من حقك يعني إنت لو في المكان ده أكملت سنة كاملة أصبحت الأجازة السنوية من حقك طب كم يوم بقى؟ لو إنت كملت من سنة كاملة من حقك 21 يوم أجازة إيه؟ سنوية تاني لو كملت سنة كاملة لو قعدت سنة كاملة بالشغل من حقك 21 يوم أما لو زادت الأجازة لو زادت مدة خبرتك عن عشر سنوات أجازتك تزيد تبقى 30 يوم تاني هعرفك أوه شانو إنت شغال في المكان تعرف حقك لو إنت كملت سنة في الشغل من حقك تاخد أجازة مدتها 21 يوم لو سنوات الخبرة بتاعتك عدت العشر سنوات تاخد 30 يوم طيب يعني إيه سنوات الخبرة؟ هل في فرق بين سنوات الخبرة و سنوات الشغل؟ أه طبعا سنوات الخبرة دي أنت أنا ممكن أنا في العمل الخاص أنا ممكن نشتغل في المصنع ألف والمصنع بي والمصنع جين اشتغلت في المصنع الألف ده 3 سنين وأنا ماشي باخد شهادة خبرة بال3 سنوات بتوعي روحت اشتغلت في مصنع تاني أعدت فيه سنتين كده أنا عندي خبرة 5 سنين روحت اشتغلت عند حد تقوى هكذا الخبرة دي لما ده أطلب أجازتي طالما معايا ما يزبط بالخبرة دي باخد الأجازة بتاعتي بصرف النظر عنه أنا كنت شغال عند صاحب العمل ده ولا لأ يبقى احنا عندنا هنا الأجازة بتاعتنا نقول تاني الأجازة لك أجازة ما تنساش 24 ساعة بعد 6 أيام ودي بحق أسبوعية لك أجازة سنوية أول ما بتشتغل ما بتاخدهاش لكن تبتدي تاخد الواحد وعشرين يوم لما تكمل السنة طيب في حد لسه متعين جديد يسألني يقولي طب أنا بقى لي شهرين ثلاثة مش من حق إننا ناخد أجازة سنوية هيبقى من حقك بنسبة من عدد الأيام اللي انت اشتغلت فيها يعني شغال خمس سوء ست سوء بتاخد لك يوم يومين إنما الواحد وعشرين يوم بتاخدهم بالكامل بعد ما تكمل السنة كمان لو انت رحت اشتغلت في منطقة نائية أو خطرة يعني ايه نائية منطقة بعيدة يعني انت شغال في منطقة في الصحراء أو طبيعة العمل اللي انت بتأديه طبيعة أعمال خطر مثلا بتفرق؟ آه طبعا بتفرق ده انت متحقق أجازة تلاتين يوم تعرف حقك ده انت لو شغال في منطقة نائية أو منطقة بعيدة أو منطقة خطرة من حقك إن انت تاخد أجازة مدة تأدي ايه؟ تلاتين يوم كمان ده مش كده وبس افرد انت بتروح مكان مثلا آه من حقك انت كمان لو شغال في منطقة نائية بتاخد الأجازة تلاتين يوم ومعهم ايه؟ سبع أيام زيادة سبع سيادة آه سبع أيام زيادة ازاي؟ انت أجازتك العادية تلاتين يوم طالما كملت العشر سنوات لو انت شغال في منطقة نائية أو خطرة بنزود لك عالتلاتين يوم سبع أيام ليه؟ هاي روح يومين في الصفر ويومين؟ لأ بنزود لك عليهم سبع تقية كمان لو انت روحت اشتغلت بالقطاع الخاص وانت معدي سن الخمسين روح قوله انا اجازت عندك تلاتين يوم لو انت معدي سن الخمسين انت اجازتك تلاتين يوم يعني معنى كده كل ما انت عدى سن الخمسين اجازته تلاتين يوم يبقى اعرف حقك بقى في الرباع اللي انا قلت عليهم دول لو انت كملت سنة كاملة حقك في المصنع اللي انت شغالك فيه والطالب به اجازة واحد وعشرين يوم لو انت كملت لعشر سنين تطلب تلاتين يوم اجازة لو انت شغال في المنطقة ناية تاخد سبعة ايام من حقك اجازة لو انت معدي سن الخمسين بتاخد اجازة تلاتين يوم بس خلي بالك لو انت خدت اجازة تلاتين يوم وقلت بقى ايه هروح اشتغل عند حد تاني انا كده كده خلي بالك اصلا الاجازة السنوية دي اجازة مدفوعة الاجر يعني ايه مدفوعة الاجر يعني انت هتاخد اجازة واتاخد عليها الاجر فانت قلت ايه بقى انا خدت الشاردة اجازة من المصنع بتاعي اروح اشتغل في مكان تاني خلي بالك القانون بيقول ايه اذا اكتشف صاحب العمل ان العامل يعمل اسناء الاجازة السنوية لو صاحب العمل اكتشف وهيكتشف لو صاحب العمل اكتشف ان العامل بيعمل اسناء الاجازة السنوية القانون اداله الحق في ايه في حمان العامل من الاجر او الاجازة يعني ممكن يحومك من الاجازة ويحومك كمان من الاجر بتاعك يعني طب وحد ده يقول لي طب هو ماله مش هي اجازة مدفوعة الاجر لا هو ماله ماله ليه بقى اولا ماله مالك انت لان انت ممكن تغلط غلطة والغلطة دي انت اللي هتدفع تمانها كعامل اه انت ممكن تستفيد بالشرع عند حد تاني واقولك ممكن كمان صاحب العمل ما يعرفش لكن لا قدر الله لو حصلت لك اصابة في العمل التاني ايه اللي هيحصل او اصابة يعني ممكن تصاب بعجز جزئي او عجز كلي يقعدك في البيت اه خلي بالك هنا ما لكش حقوق لانك اشتغلت في مكان تاني غير المكان اللي انت شغال فيه اه يعني دي حماية ليك انت يبقى دي الاجازة السنوية طب فيه اجازة تانية اه فيه اجازة تانية اه من حقك ان انت تاخد اجازة ان انت تحج القانون بص القانون قال ايه قال لحت جميلة جدا قال اه زياء اه زياء اجازة الحج وزيارة بيت المقدس طبعا الحج للمسلمين وزيارة بيت المقدس للاخوة واخوانا المسيحيين يعني الاجازة هنا للتنين عشان دي اجازة فالاجازة دي مدفوعة الاجر يعني ايه مدفوعة الاجر يعني انا هروح وراح حج وارجع واقبض عادي فلوسي جدا طب الاجازة دي لها شروط ولا لها ايه اه طبعا اولا هتحصل عليها مرة واحدة فقط مش في السنة طوال الخدمة يبقى انت من حقك مرة واحدة بس تطلب اجازة حج طوال الخدمة طيب مدتها ادي ايه مدتها تلاتين يوم مدتها اديه تلاتين يوم يعني انت هتاخد شاء اجازة حج اه تاخدها مرة واحدة طوال الخدمة وليها شرط كمان مش اي حد ياخدها امال ايه اللي ياخدها بشرط ان يكون اكمل خمس سنوات متصلة عند صاحب العمل اه هنا بقى مش خبرة خمس سنوات ايه متصلة يعني ايه متصلة يعني انا واحد اشتغلت عند الف او بيء في المصنع عنده وبقى ليه عنده تلات سنين وانا كنت شغال بقى ليه عشر سنين مش من حق ان انا اخد اجازة حج امتى يبقى من حق ان انا اخد اجازة حج اخد اجازة الحج من صاحب العمل لو انا اكملت عنده عشر سنوات ايه خمس سنوات متصلة طب افرد انا كملت سنتين مرضاش يدهاني اه ممكن ما يدهلكش لو انت ما كملتش عنده طب سواني كده افرد يا مصطر بقى انت قلت من شوية ايه ان اجازة السنوية تلاتين يوم هو انا ممكن ما اخدهاش اه ممكن ما تاخدهاش وتحوشها ويبقى ليك رصيد اجازات سنوية ده مش كده وبس كمان ده انت ممكن تاخدها فلوس يعني انت ما خدتش اجازة الشهردة السنوية اجازة سنوية لا من حق تحولها لرصيد نقدي في العمل الخاص من حق تحولها ده مش كده وبس ده انت من حق كمان تستخدمها بحاجات تانية هي كرصيد فلوس كده يعني ايه حاجات تانية يعني ممكن تروح تحج بيها يعني انت حجت السنوية وبعد سنتين عايز تحج تاني طبعا القانون قال ملكش الله مرة واحدة بس عن صعب العمل طب ليه رصيد اجازات سنوية خد منها واتلحك فعادي جدا فرصيد الاجازات اعرف حقك في الشغل بتاعك دي اجازة الحج طيب حلك اجازات تانية اه طبعا ده احنا عندنا حوالي تسعة وعشر انواع من الاجازات لو انت طالب وفي نفس الوقت بتشتغل تاني لو انت طالب وفي نفس الوقت بتشتغل يعني انا بدرس وشغال في مصنع وايجا الامتحان او الاجازة الدراسية هل من حقي ان انا اخد اجازة اه طبعا ده ايه كمان ده الاجازة دي ملهاش مدة يعني ملهاش مدة من حق الطالب الحصول على اجازة سنوية دراسية يوحي امتحن فيها بس بشرط صغير قد كده او لازم عشان اخدها نفذ الشرط ده ايه الشرط ده ان انا ابلغ صاحب العمل قبلها بخمستاشر يوم على الاقل يا صاحب يا عمل الله انا عند امتحان في الكلية عند امتحان دبلوم عند امتحان في السنوية العامة لو سمحت انا عايز اجازة وده القانون اللي بالدهاني يعني صاحب العمل مش بيمنه عليك وعلى فكرة اجازة مدفوعة الاجل يعني تاخد حقها كمان مش كده وبس كمان ده الاجازة اللي مدفوعة الاجل ديت ملهاش مدة تقعد اسبوعين تلاتة حسب الامتحانات بتاعتك من حقك وتاخدها بس بشرط قدم له الطلب اللي انت هتاخد بيه الاجازة قبلها بخمستاشر يوم على الاقل لان هو لو انت قدمته قبلها باسبوع ولا بعشر تيام وهو رفض حتى لو كان امتحان في ايه وهو رفض يبقى كده القانون في صفه ما احنا في القانون ده قانوني غير قانوني يا حقي يا مش حقي اللي هيحكم بيننا القانون يبقى انا هنا القانون بيقول انت من حقك تاخد اجازة عشان تقدي الامتحان بتاعك اه كطالب ومن حقك ومن حق صاحب العمل اللي انت تقدم له الاجازة دي قبلها بخمستاشر يوم على الاقل يبقى احنا الوقت عندنا راحة اسبوعية واجازة سنوية واجازة حج واجازة دراسية هل عندنا اجازة تانية اه عندنا كمان عندك الاجازة العرضة يعني ايه العرضة او الاجازة الطريقة اللي بتتاخد في ظروف طريقة يعني ايه من حق العامل الحصول على اجازة عرضة مدتها ست ايام طوال السنة بحد اقصى يومين في المرة الوحدة تاني لك عند صاحب العمل اجازة عرضة مدتها ست ايام طوال العام اه ست ايام طوال السنة والاجازة دي برضو عشان تبعارف حقك تقدرش تاخد اكتر من يومين في المرة الوحدة حد من اللي بيسمع دلوقتي يقول لي طب استنى بس استنى انت بتقول اجازة عرضة ست ايام طب ما انا باخد سبعة ايام عرضة هقوم سألك بقى هو انت اقطع عام ولا اقطع خاص هتقول لي لا انا موظف هقولك طيب انت موظف يبقى قانون الاجازات ده غير ده موظف يطبق عليك قانون الخدمة المدنية قانون وقم واحد وتمانين لسنة الفين وستاشة ده لو انت موظف وشغال في الحكومة يطبق عليك قانون الخدمة المدنية قانون وقم واحد وتمانين لسنة الفين وستاشة اما اللي احنا بصدده الآن وبنتكلم عليه وبنعرف الناس اللي هتشتغل في مصنع ده قانون وقم اتناشر لسنة الفين وثلاثة قانون العمل طيب يبقى دي حقك في الاجازات طبعا عندك اجازات تانية اه طبعا عندك اجازات تانية تعال بقى ناخد اجازتين يخصوا العاملة طبعا القانون اهتم بالنساء وهنا عرف تلوقتي اهتم بالنساء اهتمام اه غير طبيعي وشرع لهم قوانين خاصة بيهم هم النساء والاطفال القانون اعتبرهم فئات تعامل معاملة خاصة في القانون طيب ايه الاجازتين اللي يخصوا السيدات فقط في قانون العمل اول اجازة اجازة الوضع اجازة الوضع اللي ان شاء الله باذن الله لما تروح تشتغل في مكان هعرفك حقك في اجازة الوضع اولا اجازة الوضع دي مدتها هدي ايه من حقك ان انت تاخدي اجازة وضع مدتها تلت شهور يعني تسعين يوم من حقك ان انت تاخدي اجازة وضع تلت شهور او تسعين يوم طب الاجازة دي هتاخديها كم مرة من حقك والقانون اداك الحق ان انت تاخديها مارتين طوال الخدمة يعني مش ثلاثة لا مش ثلاثة قانون ما قالكش ثلاثة طب مش ثلاثة بالوسط دي الأجازة السنوية آه ده موضوع تاني من حقك تخدي من وسط أجازة إنما أنت ليكي عند صاحب العمل أجازة وضع مرتين فقط طوال الخدمة يبقى نقول تاني الأجازة أجازة الوضع هتخدي أجازة مدتها دي ايه تمام مدتها تسعين يوم أو تلع شهور والأجازة دي من حقك تخديها مرتين لكن بشرط بقى إن تكوني عشان تبقى تطلبي الأجازة دي والقانون يدهالك إن تكوني أكملتي في العمل عشر شهور على الأقل يعني المكان اللي انت شغالة فيه تكوني على الأقل اشتغلتي عشر شهور عشان تبطيدي تطلبي أجازة الوضع يعني انت مش هتقدر يتخدي أجازة وضع لما تكوني قعدت في الشغل ده عشر شهور وخلي بالك لو خدت أجازة الوضع التلات شهور دول وروحت اشتغلت عند حد تاني وصاحب العمل اكتشف الكلام ده من حقه إن هو يحرمك من الأجر والأجازة يعني ما تروحش تشتغل عند حد تاني يبقى دي أجازة الوضع فيه أجازة تانية كمان من حق العاملة اللي هي بنسميها أجازة بدون أجر أو أجازة رعاية الطفلة الأجازة دي عبارة عن إيه والأجازة دي بس الأجازة دي بقى إيه بدون أجر يعني كل الأجازات اللي أنا قلتها لك دلوقتي تخصك دي بأجر كامل أما الأجازة دي اللي أنا قلتها دلوقتي دي أجازة أصلا هي اسمها كده أجازة بدون أجر يعني الطلب اللي هيتقدم هيتقدم كده أجازة بدون أجر من حق العاملة من حقك عاملة اللي أنت شغالها في مكان بتاخدي أجازة بدون أجر الأجازة دي يتبقى مدتها قد إيه الأجازة دي مدتها سنتين يعني أنت بتاخدي الأجازة دي سنتين تبع فيهم الطفل بتاخديهم قم مرة مرتين طوال الخدمة طيب وصاحب العمل لو عدد العاملين عنده أقل من خمسين خلي بالك القانون الدالي الحق أنه يرفض يعني يعني لو أنت المنشأة القليلة تلاتين أبعين وانت قدمت أجازة بدون أجر ممكن يرفض ويقولك لا طالما العدد عنده أقل من خمسين طب هل الأجازة دي فيها أنت بتقول أنت بتقول واحدة بعد بتقول طب أنا ويحاش تغل أنا أخد أجازة سنتين نظام التأمينات إيه آه يعني نظام التأمينات يعني التأمينات بتاعتي مين لا يدفعها مش أنت بتقول أجازة بدون أجر يعني مش أخد أجر آه هنا بقى الأجازة بدون أجر لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة ليه لأن صاحب العمل هيدفع تأمينات للعاملة دي خمسة وعشرين في المية هيدفع لها يعني يعني كده على قطة ما انتهتش يعني انت قد دون أجر اللي انت بتخديه لكن التأمينات هتدفع لك عادي زي ما هي طيب دي الأجازة اللي تخص العاملة كده انت كعملة من حقك أجازتين أجازة رعاية الطفل وأجازة الوضع نرجع تاني الأجازات التانية الأجازات المرضي هل أنا من حق أن أخذ أجازة مرضي أو طبعا من حقك القانون قال تحسب الأجازة المرضي عن كل 3 سنوات بأجر كامل يعني ايه يعني اتضارة بتاعة الأجازة المرضي 3 سنين بتعطي غيب مرضي مرضي بتأيد لك في رصيد مرضي بس خلي بالك بقى انت أول شهر في رصيدك المرض اللي انت خدته بأجر كامل مش هنخصم لك حاجة أما إذا عديت 8 شهور هيتخصم لك أجرك هينزل لـ 75% بعد كده بدون أجر طيب حد من اللي بسمعنا دلوقتي هيقول طب ما في ناس عندها أمراض مزمنة يعني ايه يعني ممكن يععد مش طبعا نسرور ممكن يععد لربنا يشفي الحالات كلها سنة أو سنتين أو تلاتة منزلش في البيت آه في دي بنسميها الأمراض المزمنة والقانون قال ايه المريض بمرض مزمن يحصل على أجره كامل المريض بمرض مزمن يحصل على أجره كامل حتى يشفى أو تستقر حالته آه هيفضل ياخد أجره كامل يعني لو في مريض مريض بمرض مزمن وطبعا الأمراض المزمنة القانون محددها عن طريق الكوميسيون الطبي آه بيكشف في الكوميسيون الطبي والله الكوميسيون الطبي واللجنة الطبية قالت ده مريض بمرض مزمن يبقى خلاص ده مرض مزمن وهياخد أجره كامل ولا يطبق عليه اللي احنا قلناه طيب في عندنا كمان أجازة المخالطة يعني ايه أجازة المخالطة أجازة المخالطة دي إحدى أنواع الأجازات المرضي والأجازة المرضي بياخدها الشخص المريض أما أجازة المخالطة بياخدها الشخص السليم الشخص السليم المخالط لمريض بمرض معدي تاني الشخص السليم المخالط لمريض بمرض معدي من حقه اجازة مفتوحة ومدفوعة الاجئة يعني ايه يعني فيه لقدر الله واحد سليم مفوش اي حاجة وعنده حالة في البيت بتاعه مصابة على سبيل المساق بس خلي بالك اجازة المخالطة دي من قبل موضوع قرونة خالص يعني وعنده مصاب بمرض معدي وليكن مثلا الكورونا فالتأمين الصحي بيدي للشخص السليم المخالط لحد عنده اجازة مفتوحة الاجئة لحد ما الحالة تستقر وطبعا هي مفتوحة ومدفوعة الاجئة كمان يبقى احنا عندك كده انت عرفت اجازاتك حوالي عندك تسع او عشر انواع من انواع الاجازات طيب تعال بقى نتكلم انت قلت الوقت قلت لما بنعمل عقد العمل من حق انت بقيت شغال تحت اضرابة والشغل في توجيه صاحب العمل طب هو هيستعبدك لا طبعا ليه تعال بقى معرفك قواعد تنظيم العمل يعني ايه قواعد تنظيم العمل يعني انت في الشغل تشتغل قد ايه كم ساعة ولو صاحب العمل ضغط عليك وشغلك وقت غير الساعات ديت طب هيدفعلك ايه تعال نشوف الحالات دي كده مع بعض عندنا لو انت رحت الشغل بتاعك القانون قال ايه عدد ساعات العمل في اليوم الفعلية لا تزيد عن 8 ساعات يعني انت لما بتروح تشتغل في المصنع بتاعك اعرف كده ان حقك والقانون الزمك ان انت تشتغل كم ساعة 8 ساعات كم ساعة 8 ساعات او 48 ساعات في الاسبوع يعني ايه 8 ساعات ولا 8 لا يعني مجموعهم ما يزيدش عن 48 ساعات يعني مثلا صاحب العمل شغلك 12 بعد كده 10 بعدك مجموعهم في الاسبوع كله ما يزيدش عن كم 48 طيب افت صاحب العمل بقى مطلوب منه شغل وعايز يشغلك وقت زيادة من حقه ان هو يشغلك وقت زيادة لكن القانون اللي هو اللي احنا عرفينه باللغة بتاعتنا الوفرطايم او الوقت الاضافي القانون قال والله هتشغل الوقت الاضافي بالنهار هتديله مبلغ ولو شغلته بالليل هتديله مبلغ تاني طب تعالى كده نعرف القانون حدد الوقت الاضافي النهاري كام والليلي كام قالك الوقت الاضافي النهاري 35% من ساعات الاجر وهقولك تحسبها ازاي دلوقتي اما الوقت الاضافي الليلي 70% من الاجر بتاعك يعني ايه يعني لو انت شغال 8 ساعات في اليوم الفعلين بتوعك مثلا يعني بمية جنيه انت هتاخد على الساعة الاضافية دي 35% من اجر اليوم دو لو اشتغلتها بالليل هتاخد 70% من اجر اليوم دو يبقى انت لك وقت اضافي اما ليلة اما نهاري وبالمناسبة الليل والنهاري الليل عند الحكومة او الليل بيطبق في القطاع الخاص من الساعة السابعة مساء الى السابعة صباحا وهناخد الحتة دي بالتفصيل شوية كده طيب يبقى انت ده عدد ساعات العمل بتاعتك ده مش كده وبس كمان من حق العامل الحصول على ساعة راحة لا تحسب من ساعات العمل وتحسب من ساعات التواجد داخل العمل يعني من حقك ان انت تاخد ساعة برضو اللي باللغة اللي احنا عارفينها الناس اللي شغالة في المصانع الرست الساعة الرست ديت الساعة الرست ديت دي ساعة بتاخدها تتوسط ساعات العمل يعني بتبقى 11-12 ده ساعة بتريح فيها وتكمل ده حقك في القانون مش منا من صاحب العمل طيب بس خلي بالك في بعض الأعمال تستمر دون فترات راحة عشان اما تشتغل في مصنع وتيجي تطلب فترة راحة تقول له ازاي ده نسمعت ان انا ليس على راحة لا هناك بعض الأعمال القانون حددها تستمر دون فترات راحة يعني ايه زي ايه زي مثلا صناعة الدواء اعمال السينما والمصرح لو انت شغلت بالحتة دية صناعة البلاستيك صناعة المخابز محطات القهربة اعمال الفراشة اعمال دفن الموتة كل دي تستمر دون فترات راحة طيب انت كده اعرفت ان انت بتاخد عدد ساعتك في الشغل 8 ساعات قلنا الوقت الاضافي بتاعك لو هو بالنهار هتاخد 35 لو بالليل هتاخد 70 ليك ساعة راحة تتوسط عدد ساعات العمل اليومية طيب بالنسبة بقى لموضوع الاجر ده هو انا ااخد اجر ازاي ولا يبقى النظام ازاي قبل ما اقول لك الاجر هتاخده ازاي ويتحسب لك ازاي هو يعني الاجر اصلا القانون قال اكتر من تعريف للاجر قال ان كل الاجر كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل نتيجة العمل بتاعه او كل ما يحصل عليه العامل سواء كان نقدي او عيني ثابت او متغير ده تعريف الاجر بصفة عامة لكن القانون قال هناك اشياء تحسب من ضمن الاجر يعني خلي بالك لما تشتغل في مكان في حاجات القانون محددها تحسب من ضمن الاجر انت ما كنت اشتعرفها زي ايه زي العلاوة النسبة المقاوية المنح البدل الوهبة المكافأة كل ده بيتحسب من ضمن الاجر بتاعك فيه كلمتين كده بس اللي يجو على ودنك دلوقتي وانت بتسمعني غريبين شوية يعني يعني العلاوة النسبة المقاوية معروفين البدل والوهبة ايه الفرق بين البدل والوهبة البدل هو كل ما يحصل عليه العامل مقابل طبيعة عمله او مخاطر عمله يعني ايه تاني البدل ده اي حاجة يعني انت لما لو انا قلتلك دلوقتي انت شغال في مكان طبيعة العمل ده بتاعتك بتتطلب ان انت تسافر كتير هتاخد بدل صفة بتطلب ان انت تتعامل مثلا مع ناس مرضى فتاخد بدل عدوى وهكذا البدل ده ده تعويض بالاجر عن الحاجة اللي انت بتعملها طبيعة العمل بتحكم كده يعني او مخاطر العمل شغال في منطقة صحبوية او منطقة بعيدة فبتاخد بدل مخاطر او شغلتك خاطرة اصلا يعني فده انت بت يعني مثلا الناس اللي بتشتغل في القطاع البترول او القطاع الغاز الناس تقول لك ده بياخدوا كتير طب بس استنى بس قبل ما تقول بياخدوا كتير وبياخدوا قليل تعال اشوف طبيعة المخاطر بتاعتهم يعني ايه يعني ايه طبيعة مخاطر الغلطة هناك عندهم ممكن تؤدي لقدر الله للوفاء يبقى هم بياخدوا بدل مخاطر عمل او بياخدوا مرتبات عشان كده طيب يبقى انت كده دلوقتي عرفت الحاجات اللي بتدخل من ضمن الاجر الوهبة بقى يعني ايه الوهبة دي ما وجبت عليه العادة وصاحب العمل بيحسبها من ضمن اجر العامل لا لا سواني يعني ايه يعني هقولك يعني لو انا الوقتي ورحت اشتغلت في مصنع او في مطعم وبقول لصاحب المطعم انت هتديني كام قال لي عشان تبقى انت فاهم وانت رحت تشتغل عشان ما تضحكش عليك ما القانون ده لو عرفته مش هيتضحك عليك انت رحت تشتغل فيقولك بيقول له انت هتديني كام قال له هاديك 3000 جنيه وممكن تخش في خمسة يا عم انت هتديني ثلاثة ولا هتديني خمسة قال له ما هو غير التبس اه صاحب الشغل ده جميل ده رجل كريم لا 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 ولا كريم ولا حاجة ده الوهبة دي اصلا القانون حاطوتها من ضمن الاجر ازاي يعني هقولك انا الوقت شغال في مكان في مصنع في مطعم باخد 3000 جنيه ده مرتبئ من صاحب العمل والتبس ده اللي هو الحاجة اللي اللي الناس تعودت عليها تدفعها وصاحب العمل بيحسبها من ضمن اجر العامل فبتتلم في الاخر وبتتوزع العمل اذا من الوهبة دي بتتحسب من ضمن اجر ايه العامل طيب اه برضو انا كعامل عايز اعرف بقى افرد انا ورحت الشغل وتلاقيت المنشأة مغلقة عشان صاحب العمل بيصيف او عنده حالة وفاة افرد انا ورحت الشغل واتلقيت النوم بتاع الشغل مقطوع طب هو انا كده هاخد اجري ولا مش هاخد اجري افرد صاحب الشغل الزمني ان انا اخر الشهر اخد بدل مرتب منتجات من الشركة افرد صاحب الشغل اداني اجري بالضرار واحنا عايشين في مصر افرد وفرد وفرد هجوبك على كل حاجة ممكن تخطر على بالك في الجزء دو لو انت ورحت مكانك اعرف حقك بقى لو انت ورحت الشغل في المعادل المحدد وكان المنشأة مغلقة المنشأة ايه مغلقة والسبب في الاغلاق راجع لصاحب العمل يستحق العامل الاجري كامل اعرف حقك لو انت رحت اشتغلت في مصنع وجيت الصبح رحت المصنع بتاعك في المعادل بتاع الشغل وتلاقي المصنع مغلق مقفول طيب وتلاقيت مكتوب كده مغلق لوفاة زوجة صاحب العمل كده انت تستحق اجرك كامل ليه لان القانون قال لو كان السبب راجع لصاحب العمل يستحق العامل اجره كامل بالقانون اللي قال يبقى انت عرف حقك لو انت رحت الشغل وتلاقيه المكان اللي انت شغال فيه مغلق عشان سبب راجع لصاحب العمل انت تستحق اجرك كامل اما لو كان مغلق لسبب قهري لا استنى بقى ما تتحمقش قوي لو مغلق لسبب قهري مش هتاخد اجرك كامل وما لا تاخد ايه نصر الاج يعني ايه سبب قهري سبب خارج عن ارادة صاحب العمل بمعنى بمعنى ان انا رحي الشغل الصبح اتليقيت القهربة مقطوعة النور مقطوعة وصاحب العمل ماليش اي علاقة بالكلام ده الدنيا بتشتشي تجامد كل دي اسمها اسباب قهرية والاسباب القهرية العامل القانون اللي قال يحصل العامل على نصف الاج يبقى تاني لو كان السبب اللي انت اللي انت مقدرت تشتملز بيه عملك راجع لصاحب العمل انت هتاخد اجرك كامل اما لو كان السبب اه قهري خارج عن ارادة صاحب العمل اه هتاخد نصف الاجر طيب هو انا لو شغال في مكان ومرتبي 3000 جنيه ومصنع حلويات مثلا او مصنع ملابس وجيت اخر الشهر كده صاحب العمل اداني 2500 فاضل لي كام فاضل لي 500 قال لي معلش عشان الزوف بش الزوف خد بيهم ملابس يعني خد بيهم منتجات من الشركة اقول له لا اسف القانون قال ايه يؤدى الاجر كامل ويحظر ده القانون اللي بيقول يحظر على صاحب العمل الزام العامل بشراء من اجره او حتى جزء من اجره مستلزمات من المنشأة يعني ايه ممنوع منعا بتن ان صاحب العمل يلزمك ان انت تشتري حاجة من المست من ملزمات المنشأة من مرتب بتاعك مرتبك تقبضه كامل يبقى عرف حقك يبقى مرتبك لما تشتغل في المكان تاخده ايه تاخده كامل طيب اه برضو من ضمن الحاجات اللي القانون ممكن نقع فيها اللي هو انا لو شغال في مصر وجاء صاحب العمل اداني العملة اداني الاجر بتاع بالدولار فيها مشكلة لا عاد القانون بيقول يؤدى الاجر بالعملة المتدولة المتدولة يعني اللي هتنفع تصرف في البلد يعني ما كانتش متدولة يبقى خلاص طيب كمان لو انا شغال في مصنع باليوم يعني ايه باليوم هو انا ممكن اشتغل باليوم وبعقد اه طبعا لان بص هو العقد انت هتكتب فيه ان الاجر يومي ما احنا عندنا الاجر يا اما الاجر يومي يا اما الاجر شهري يا اما الاجر بالانتاج ما الاجر انواع فده بيتكتب في العقد واحنا قلنا كل اللي انا بقوله ده مش هتعرف تاخد اي حق لما تكون كاتب ايه كاتب العقد دور طيب لو انا شغال في مصنع بالانتاج اليومي باخد اجري باليوم لا القانون قال ايه قال ممكن اعتقده باليوم لكن على الاقل يديكم مرة كل اسبوع يعني لو انت شغال ب tremendous بالاجري اليومي لو انا شغال في مصنع طبيعة الانتاج بتاعه وطبيعة الشغل بتاعه يومية بشتغل على قد الانتاج بتاعي يعني النهار ده انا مثلا رايح صحتي كويسة اشتغلت مثلا بم سو AS حسب اللي انتكته يعني تاني يوم تمانين وهكذا على الاهل تاخد اجرك مرة كل اسبوع طيب لو انا شغال بالاجر الشهري ينفع صاحب العمل يحولني من اجر شهري لاجر يومي القانون قال لا لو انت شغال في مصنع بالاجر الشهري ما يقدرش يحولك من الاجر الشهري للاجر اليومي الا في حالة واحدة بس انت اللي طلبت يعني لو انت شغال باجر شهري وعايز تحول لاجر يومي انت الوحيد اللي تقدر تقول انا ممكن احول لاجر يومي طيب هو انا لو ازا نأتي في فلوس في الشهر ممكن ااخد قرد من صاحب العمل تاني هو انا لو ازا نأتي في فلوس ممكن ااخد قرد من صاحب العمل طب ممكن اقترب من العملاء اللي بيترددوا على المنشأة طب ممكن اقترب من الاصدقاء تعال نرد كده على الحاجتين دول اولا لا يجوز ان انت تقترب من العملاء ليه لان دي من الاعمال المحظورة عليك يعني اعمال محظورة يعني خلي بالك لو عملتها هتعرض نفسك للمسألة القانونية ايه بقى الاعمال المحظورة دي وانت شغال في مصنع خد الخمس حاجات اللي هلهم لك دول اوعى تعملهم لانهم من الاعمال اللي ايه المحظورة اول حاجة انك تحتفظ لنفسك باي مستند او اي صورة او اي اصل المستند يخص العمل وراء العمل في العمل طبعا غير المصرح لهم قانوني بالكلام ده لانا بتكلم كعامل ما اقدرش ياخد المستند ده معايا البيت او احتفظ بين نفسي يبقى دي من الاعمال المحظورة رقم اتنين الاقتراض من العملاء اوعى تقترب من العملاء ده يحطك في موقف محرج ويحط صاحب العمل في موقف محرج وطبعا هتجازق عليه جزاء قانوني كمان من ضمن الحاجات اللي ما تعملهاش جوه وانت شغال في مكان ان انت تجمع تبارعات دون علم صاحب العمل يعني ايه تبارعات يعني مثلا الصديق مريض عندكو في العمل او ابنة احد الزملاء تعيد ميلادة او او فيش مشكلة هلم في لوس عشان فيش اي مشكلة بس على علم صاحب مين العمل بلغ صاحب العمل بالكلام ده كمان من ضمن الحاجات اللي انت ما تعملهاش ان انت تقبل هدايا او مكفآت دون علم صاحب العمل تخش هدايا او مكفآت اللي ما تبلغ صاحب العمل دي كلها من العمال المحظوة ممارسة نشاط مماثل لصاحب العمل دي ممكن توصل للفصل من الخدمة يعني ايه؟ يعني ما تبقى السيادتك شغال في مصنع حلويات وبالليل فتح محل حلويات حد دي يقول طب ما هو عادي لا مش عادي مش عادي انت قد تحط ناسك في شبهة آآ غلط ما تنفذت صاحب العمل ما تنفذت صاحب العمل في العمل اللي انت بتشتغل فيه يبقى دي الاعمال المحظولة عليك ان انت تعملها من ضمن الاعمال دي الاقتراض من العملاء طب احنا بنقول مش هاقترب من العملاء طب ايش بده نازده نأتي فلوس ومحتاج فلوس القانون قال ممكن تقترب من صاحب العمل بس لما تقترب من صاحب العمل يبقى لازم القرد يكون قرد حسن قرد ايه حسن يعني ايه قردة حسن اي بدون فوائد يعني هتاخد القرد يعني خدت الف جنيه من صاحب العمل هتسددهم الف جنيه مش هتفع عليهم فوائد طيب هسددهم ازاي او هتسددهم ازاي هل هيخصم لك مثلا اخذ قرد 1000 جنيه يقسموه لك لا احنا مناش دعو بالقرد احنا لا دعو بالاجر القانون قال ايه نسبة القرد 10% من الاجر يعني انت هتسدد من الاجر بتاعت يعني مثلا بطبط 1000 جنيه 1000 في 10 على 100 بمية جنيه دول اللي هتسددوا كل شهر بالقرد لا تتجوز العشرة في المية يبقى ده القرد لو انت خدته من صاحب العمل كمان لو انت اهملت في العمل بيجوز خاص من 25% من مرتبك وكمان خلي بالك النفقة لو حد بيدفع نفقة من حق صاحب العمل يحجز خمسين في المية من اجر العامل خمسين في المية من اجر العامل للنفقة والنفقة مقدمة عن كل حاجة يعني النفقة ايه اللي هتدفع هتدفع الاول في في الاتزامات العامل طيب لو انا شغال في مصنع برضو والمصنع دوت احنا خلاص عرفنا بقى انتهى خلاص يبقى كده العلاقة اللي بينه وبينه انتهت ماشي لو الغرض او العمل المبرم من اجله العقد خلص يعني ايه يعني انا جايب ناس تدين للشقة وعملت معهم عقد وقالوا لي هتاخد ست شوق ماشي خلاص واف ثلاث شوق هاعدهم لا طبعا مع السلامة هنا ده من ضمن حالات انتهاء العقد انتهاء العمل المبرم من اجله العقد كمان من ضمن حالات انتهاء العقد انتهاء العقد محدد المدة ساعد ببقى العقد محدد المدة لو انا محتاج خطبة اعمل ولا حاجة بعمله عقد محدد المدة طيب بقض من حالات انتهاء العقد بلوغ سن التقاعد بلوغ سن الايه التقاعد يعني ايه بلوغ سن التقاعد ان انا اطلع سن المعاش او سن الستين طيب بس خلي بالك لو انت بلغت سن التقاعد وعقدك محدد المدة لمدة بعد الستين تكمل العقد تاني تاني لو انت بلغت يعني مثلا انت بايح تشتغل في مصنعة وصاحب العمل عمل لك عقد مدته عشر سنين وانت سنك خمسة وخمسين سنة يعني العقد انتهي بعد خمسة وانت ما توصل لسن الكام الخمسة وستين سنة اجي يا صاحب العمل لما وصلت الستين قال لك مع السلامة قل له لا مع السلامة ايه لا ده انا قاعد ليه لازم اكمل العقد محدد المدة لازم اكمل العاد ايه محدد المدة طيب انت كده دلوقتي بقيت تعرف حقوقك واجباتك تعرف الاجر بتاعك احنا اتكلمنا فيه طيب من ضمن كمان حالات انتهاء عقد العمل الاستقالة ان انا قدم ايه استقالتي وقانون العمل اه برضو قال حاجة جميل قوي ايف ده انا دلوقتي قدمت انا الشكلة النهار ده مع صاحب العمل او مع احد الزملاء ومع النرفزة وضغط الشغل قمت مقدم ايه استقالتي طبعا مبدائيا كده لا توجد استقالة شفاوية فيش حاجة اسمها انا مستقيل عايز تقدم استقالتك يبقى الاستقالة بتاعتك كتابة الاستقالة ايه كتابة لازم تكون مكتوبة طيب انا استقالت بقى وقمت مروح قعدت يوم واثنين وثلاثة بابحش الشغل طب في البيت انت بابتوحش ليه الشغل والله بصي اصلا بصباحها قدمت استقالتي طب وهنا كل منين ونشرب منين وما انا قدمت استقالتي وندمان هو انا ينفع ارجع الشغل تاني بعد ما قدمت استقالتي اه بطمنك انت ممكن ترجع الشغل تاني ليه القانون قال من حقك ترجع في الاستقالة في خلال سبع ايام تاني من حقك ترجع في الاستقالة في خلال قديه سبع ايام من كتابة الاستقالة يعشان كده بنقول لازم الاستقالة تكون مكتوبة بقى الاستقالة لما تكون مكتوبة مكتوبة من النهار ده بقى قدامك سبعة ايام من حقك ترجع في اي وقت في الاستقالة بتاعتك يبقى انت كده الاستقالة خلاص طيب عندنا كمان من ضمن الحالات اللي بتنهي العلاقة بينك وبين صاحب العمل العجز الكلي يعني ايه العجز الكلي اذا اصيب العامل بعجز كلي او عجز جزء مستديم ادى الى فقدان وقدرته على العمل طبعا العقد بيانتهي وبياخد معاشه حقود هنتكلم عليه في حقك برضو في المعاش والحردي كلها طيب ايه كمان بينهي العقد وفاة العامل لو انا عامل وتوفيت وانا بشتغل اه كده خلاص العادة بتاعي بينتهي وفاة العامل حكما وحقيقا لكن القانون طبعا العامل زي ما احنا متفقين هو المصدر الاساسي والرئيسي للرزق وقت العيشه اللي بيجيله بيصرف عليه على البيت فلو لقدر الله لقدر الله حصل له حاجة هيبقى فيه مشكلة في البيت مين اللي هيصرف على البيت حتى يقول لي المعاش هقول له ماشي المعاش بس انتها فاهم اجراءات المعاش دي ممكن تاخد وقت ودول اطفال و بص يعني شوف القانون ما اصابش التفاصيل ديت شوف انا بتكلم فيه القانون ما اصابهاش قال ايه يتم صرف فورا دول بقى على طول يتم صرف شهرين من الاجر كمصارير جنازة يعني العام اللي قدر الله لو توفى تصرف لأسرته او المستفدين شهرين من الاجر كمصارير جنازة دول يتدفعوا فورا على طول ليه عشان اعانت الحياة هم طبعا ممكن ما يكونوش جنازة ولا حاجة لكن عشان على بال ما نعمل اجراءات المعاش القانون مهتم بنضمن قانون قانون دول ايه من اهمية القانون يعني يستمد تشريعته من المجتمع يعني ايه يستمد تشريعته من المجتمع يعني بيشوفوا المجتمع ويحاول القانون يعالج المشاكل اه يعالج المشاكل يعني الاجازات اللي اتكلمنا فيها اجازة رعاية الطفل دي اللي مدتها سنتين كان فيه مشكلة جبيرة جدا ما بين الراجل وامراته مين اللي هيرب الطفل طبعا انا مقدرش يسيب شغلي لا انت سيب شغلك طب مش عايف ايه هنودي فين اجا القانون قال لهم لا ولا تسيب ولا تسيب انا هتديك اجازة يعني القانون بيحاول ان هو يعالج المشاكل الاجتماعية عشان كده بنقول يستمد تستمد القوانين موادها من المجتمع ولها علاقة واثقة جدا بالمجتمع برضو من ضمن حالات انتهاء العمل عندنا وفاة صاحب العمل ان المرضى دي بقى صاحب العمل هو اللي يتوفى بس في حاجة العقد بينتهي لو هو شخص شخص ايه طبيعي اما لو هو شخص اعتباري العقد بيمشي زي ما هو وما بينتهيش من ضمن الحالات برضو اللي قلنا عليهم بلوغ سن التقاعد والعجز والاستقالة ووفاة صاحب العمل وانتهي العقد محدد المدة طيب امتك فصل من العمل اللي بنقول عليها حالات الفصل من الخدمة يعني عشان انا ممكن اتفصل من الشغل طب ايه الحاجات اللي ممكن اتفصل بسببها هقولك الحالات اللي انت ممكن تتفصل بسببها من ضمن الحالات دي اذا اعتدى العامل اللي هو انت اذا اعتدى العامل على صاحب العمل اثناء العمل اذا كان العامل في حالة سكر بين طبعا دلوقتي في تحليل مخضرات والحاجات دي فبقى قبله وبعده اثناء فده لو تم اكتشافه بيتم الفصل من الخدمة طيب ايه كمان بيفصل العامل من الخدمة اذا اه تغيب العامل خمستاشر يوم متصلة او عشرين يوم متقطعة بيفصل من العمل بشرط ان يسبق الفصل انذار يعني لو العامل غاب خمستاشر يوم متصلة وحتفصله افصله بس تبلغوا قبلها اه ب اه خمست ايام بست ايام بانذار بتبعته له لان الفصل هيبقى باطل لو ما بعتتولوش انذار من ضمن برضو اه حالات الغاعة للعمل افشاء اصرار العمل لو انا طلعت سر العمل برا طبعا دي من اسباب اه فصل العامل من الخدمة ان انا نفست صاحب العمل في عمله ان انا اه اعتديت او تم الحكم عليها في جناية مخلة بالادب او الشرح كل دي حالات بتفصل فيها من الخدمة طيب هل لو انا عملت حاجة اه غير الفصل ممكن يتم جزائي اه طبعا في جزائات بقى خلي بالك في جزائات لو انت طبعا الحالات اللي انا قلتها دي حالات الفصل دي لو انت عملت نصيبا من النصاب اللي احنا قلنا بتتفصل على طول اما لو انت بتتكلم بقى على الجزائات يعني ايه الجزائات يعني لو انا عملت حاجة غلط باخد جزاء على قد الغلط اللي انا عملته طيب هي ايه الانواع الاجازات قبل ما نقول انواع الاجازات خلينا نعرف حقك الاول في الجزائات دي ايه اول حاجة لا يجوز توقيع عقوبة عليك اعرف حقك ده الا بعد التحقيق معاك حتى لو كانت العقوبة انزار يعني ايه ما انفعش صاحب العمل يقولك يقولك انت مخصوم منك ثلاثة ايام طب ليه هو كده لا فيش كلام ده لازم لا عقوبة الا بتحقيق والاستماع لا اقوالك دي حاجة الحاجة التانية لا يجوز توقيع اقصر من عقوبة على نفس الخطأ يعني ما خدش عقوبتين على الخطأ الواحد لا يجوز توقيع عقوبة الا بعد توقيع العقوبة اللي قبلها يعني ايه يعني العقوبات عندنا بالترتيب اه حسب العقوبات قليلة بعد كده بتزيد فمن فيش اديك الزيادة لما يكون اديتك الاول اه طب ايه هي العقوبات دي اول عقوبة بيديها لك صاحب العمل او المدير وهنتكلم في النقطة دلوقتي اقضت الانذار بيديك انذار لو انت اخطأت اه اول خطأ بيديك انذار طبعا بعد التحقيق طيب اخطأت تاني بيبتدي يخصم من الاجر مدة لا تتجاوز ثلاث ايام يعني بيخصم لك من اجرك انت مدة لا تتجاوز ثلاث ايام يبقى اول حاجة عندنا بيديك انذار بعد كده بيديك الخاص طيب رجعت اخطأت تاني لو اخطأت تاني بيأجلك العلاوة بيأجل لك العلاوة بتاعتك بيعجلها بقى شهر شهرين ستة شهور كده يعني طيب رجعت وخطأت تاني بيحرمك من جزء من العلاوة يعني اول خطأ بيديك انذار تاني خطأ بيخصم لك من العجل تالت خطأ بيأجل العلاوة رابع خطأ بيحرمك من جزء من العلاوة رقم خمسة بيأجل لك الترقية تؤجل الترقية لاستنى اللي بعدها طيب رقم ستة لو انا اخطأت تاني يتم تخفيد الاجر يعني تخفيد الاجر انت مش قلتنا فيه يا مستر بيخصم الاجر اه الخصم غير التخفيد الخصم انه هو يوم يومين تلاتة وهيبجأ عرضك تاني اما التخفيد باخد الف اخد خمسة طب ده تخفيد الاجر طب بيعمل ايه تاني بقى لو انت وصلت للعقوبة دي بيديك العقوبة اللي بعدها اللي هي ايه الخفض الى وظيفة ادنى مع الاحتفاظ بالاجر تاني الخفض الى وظيفة ادنى مع الاحتفاظ بالاجر برضو يعني ايه هيخفضك لوقت ما هو ما احتفاظ بالاجر لأ دي عقوبة معنوية عقوبة قصية جدا العقوبة دي يعني انت شغال في مكان والمكان اللي انت شغال في ده كنت انت ماسك فيه مشرف عام فجأة اصبحت انت عامل زيهم بالظبط وحد تاني ماسك مشرف عليك فاحنا هنا بنقول ايه بنقول ان دي عقوبة معنوية عشان كده العقوبة اللي بعدها الفصل من الخدمة يبقى دي العقوبات اللي ممكن يوقعها عليك صاحب العمل اللي العقوبة واحدة الفصل من الخدمة عشان تبقى اخذ تعترف حقك كويس ان الفصل من الخدمة ليس من اختصاص صاحب العمل بجد اه بجد والله ده القانون اللي بيقول كده الفصل من الخدمة ليس من اختصاص صاحب العمل ما نقدرش نسيب الفصل في الخدمة لصاحب العمل لان كده هيبقى فصل تعسفي يعني هتلقى انا كصاحب عمل والفصل في ايدي هتلكك افصلك لاسباب عشان كده كمان القانون قال ايه هناك اسباب غير كافية للفصل هناك أسباب غير كافية للفصل أو غير شرعية للفصل أو غير يعني ما تنفعش تبقى دي سبب رئيسة للفصل زي اللون والديانة والجنس والحالة الاجتماعية يعني ماقدرش تفصل عامل عشان لونه. لون بشريته أو على أساس ديني أو على أساس طبقته الاجتماعية أو أساس حالته الاجتماعية ماقدرش تفصل عامل على إذا كان العامل ده بيمارس دور نقابي يعني شغال في انقابة او ضب قيادي ما اقدرش افصل العامل لانه بيطالب بحقه بالاجازات ما اقدرش افصل العامل يعني لو صعب العمل فصلك ده سبب غير كافر للفصل ما اقدرش افصل العامل عشان يشتكى صعب العمل الله هو استنى بس هو لا ممكن اقدر اشترك صعب العمل طبعا صعب العمل ده مثلا لو وقع علي خصم والخصم ده مثلا انا شايف انه مبالغ فيه يعني اه انا معترف بالخطأ لكن الخصم ده اه كتير على اللي انا عملته هل من حق التظلم اه طبعا فيه لجنة اسمها اللجنة المختصة بتظلم وقرارات اللجنة المختصة قرارات ملزمة لصحب العمل يعني ايه يعني مثلا لو صاحب العمل خصم لك ميتين جنيه على حاجة مثلا وانت شايف ان ده ظلم فقمت رايح للجنة المختصة وقلت لهم والله اذا حصل كذا كذا ووقع عليها جزاء كذا وانا بتظلم كده انت اشتكيت صاحب العمل فاللجنة تبحث الطلب ده والله يلاقك مثلا اه انت عندك حق وبدل ميتين يبقى مية يبقى هنا تلزم صاحب العمل بتنفيذ الكلام ده لازم تنفذ الكلام ده انت لو انت اه اشتغلت في مكان اعرف كويس او حقوقك احنا كل ده بنتكلم على مادة واحدة موجودة في التعليم التجاري اسمها قانون العمل شوف المادة دية اه يعني ماشيين مع بعض ازاي من اول ما تبتدي تفكر ان انت تشتغل حتى الطفل طب الطفل بيفكر يشتغل هل القانون اهتم بالطفل ده القانون اهتم بالطفل والنساء تعالوا نشوف كده القانون اهتم بالطفل ازاي اه قانون العمل احنا بنقول عندنا اه يحدد ووضع انواع الجزاءات التأدبية وضمان الجزاءات اللي احنا قلناها كلها وعندنا كمان التزامات صاحب العمل بالنسبة لتحديث ساعات العمل وفطبات الراحة والاطفال والنساء تعالوا كده نتكلم على الاطفال الاول مين هو الطفل الطفل ده القانون حدده فيه قانونين يهتموا بتشغيل الاطفال فيه قانون الطفل قال ان سن تشغيل الاطفال من 14 ل18 ولا يجوز تشغيل الطفل قبل سن تدريب الطفل قبل سن ال 12 طبعا الطفل هنعرف ما ينفعش يشتغل في ايه في الحلقات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر